بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف الخامس طيب الله أوقاتكم وكل خير رجعنا لكم حبايب مرة ثانية مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات ودرس اليوم بمشية الرحمن بعنوان استكشاف مفهوم العدالة البداية أولادي بيولي يلعب مشاري ويوصف لعبة الدوارة يسجل مشاري نقطة عندما تقف الدوارة عند اللون الأحمر ويسجل يوصف نقطة عندما تقف الدوارة عند اللون الأخضر هل اللعبة عادلة أم لا؟ جاب الأولادي ما تجاوبوا على أن اللعبة عادلة أم لا لابد أنك أنت تشوف معايا الحالات التالية في اللعبة وبعدين تبدأ تحكم على حالة حالة علشان نفهم مفهوم العدالة يعني أنا بأعرض عليك السؤال ومش عايز منك الإجابة الآن لحد لما أوري لك الأشكال اللي هتقوم عليها اللعبة وتبدأ أنت تحكم على إذا كانت اللعبة عادلة أم لا بيقول لي إذا أردنا استخدام هذه الدوارة أنا هدي لك دوارة دلوقتي تشوفها وبعدين نبدأ نتكلم عليها الدوارة اللي أمامك هنا نصفها مظلل باللون الأحمر والنصف الآخر مظلل باللون الأخضر بيقول لي لاحظ هل الجزء المظلل باللون الأحمر يطابق الجزء المظلل باللون الأخضر بطبيعة الحال نعم فإذا كان مشاري ويوسف يلعب لعبة الدوارة وعندما تقف المؤشر عند اللون الأحمر يأخذ اللاعب الأول نقطة وإذا وقفت عند اللون الأخضر يأخذ اللاعب الثاني نقطة فإن في هذه الحالة وفي هذه الدوارة تسمى اللعبة عادلة أي أن فرص اللاعبين متكافئة في الفوس وبالتالي أولادي النصف الأول يكافئ النصف الثاني أو يطابق النصف الثاني وبالتالي أولادي هذه اللعبة تسمى بلعبة عادلة لأن كلا اللاعبين لهم الفرصة نفسها في الحصول على نتيجتين متكافئتين نفس اللعبة ونفس الطريقة ولكن الدوارة مختلفة أما إذا كانت هذه الدوارة الدوارة اللي أمامك أولادي بها الجزء الأخضر أقل من الجزء الأحمر لو إحنا لعبنا بنفس الطريقة اللاعب الأول إذا وقف المؤشر عند اللون الأحمر يأخذ نقطة وإذا وقف عند اللون الأخضر يأخذ نقطة فإن هذه اللعبة تعتبر عادلة أم لا لاحظ معي يا أولادي هل الجزء الأخضر يطابق الجزء الأحمر؟ يعني طالع الدوارة اللي عندك وشوف كده هل الدوارة اللي عندي الجزء الأخضر والجزء الأحمر متطبقين متسويين؟ هتجد أن الجزء الأحمر يغلب على الدوارة وبالتالي أولادي وقوف المؤشر عند اللون الأحمر أكثر فرصة من وقوفه عند اللون الأخضر وبالتالي أولادي اللعبة هي لعبة غير عادلة إذن أولادي اللعبة تكون عادلة إذا كانت فرصة اللاعبين في الحصول على الفوز متكافئة لكل اللاعبين وليست للاعب دون الآخر يعني ممكن تكون الدوارة الأولى نصفها أحمر ونصفها أخضر لكن إذا وقفت على اللون الأحمر يأخذ نقطة وإذا وقفت عند اللون الأخضر اللاعب الثاني يأخذ نقطتين إذن هذه لعبة غير عادلة لكن إذا وقفت عند اللون الأحمر يأخذ اللاعب الأول نقطة واللاعب الثاني نقطة عند اللون الأخضر إذن هذه اللعبة متكافئة إذا كان لون يغلب على اللون الآخر فإن هذه اللعبة غير عادلة تعالوا نشوف يولي اللعبة التي تكون فيها فرص الفوز متساوية لجميع اللاعبين تسمى لعبة عادلة إذن هذه الدوارة هي لعبة عادلة أما هذه الدوارة فهي لعبة غير عادلة أي من الألعاب التالية لعبة عادلة؟ وضح إجابة عند إلقاء مكعب مرقم من 1 إلى 6 ينال خالد نقطة عند ظهور عدد زوجي وينال طلال نقطة عند ظهور عدد فردي طبعا أولادي إحنا عارفين أن الأعداد الزوجية في مكعب النرد أو المكعب المرقم من 1 إلى 6 هي 2 و 4 و 6 أي ثلاثة أعداد والأعداد الفردية في المكعب المرقم من 1 إلى 6 هي 1 و 3 و 5 وبالتالي فرص الفوز لكل من طلال وخالد متساوية إذن اللعبة عادلة أي من الألعاب التالية لعبة عادلة؟ وضح إجابتك عند إلقاء قطعة نقود معدنية يحصل أحمد على نقطة عند ظهور الصورة ويحصل محمد على نقطتين عند ظهور الكتابة هذه العملة المعدنية عندي بطبيعة الحال بها صورة واحدة وبها كتابة واحدة إذن أولادي عند ظهور صورة يأخذ اللعب الأول نقطة وعند ظهور الكتابة يأخذ اللعب نقطتين هي لعبة غير عادلة لأن فرص الفوز أي نعم متكافئة في الصورة والكتابة وليست متكافئة في النقاط إذن أولادي اللعبة غير عادلة كتب حسين ومشعل أحرف جملة أحب الكويت على قصاصات من الورق كتب حرفا واحدا على كل قصاصة ثم وضع القصاصات في كيس قال حسين أسحب قصاصة فإذا كان الحرف حاء أربح قال مشعل أسحب قصاصة فإذا كان الحرف كاف أربح هل هذه اللعبة عادلة أم لا؟ وفسر إجابتك بطبيعة الحال أولادي تعالوا نشوف حروف كلمة أحب الكويت أمامك القصاصات وفي كل قصاصة حرف من حروف كلمة أحب الكويت حسين إذا سحب حرف الحاء هو حرف الحاء في القصاصات يمثل كم قصاصة؟ يمثل قصاصة واحدة طيب حرف الكاف في جملة أحب الكويت في القصاصات كم حرف؟ أيضا حرفا واحدا إذن اللعبة عادلة لأن فرص الفوز متساوية بين حسين ومشعل في صندوق ما 12 كرة 5 كرات صفراء و7 كرات خضراء اختارت خلود اللون الأصفر واختارت روان اللون الأخضر التقطت كل منهما كرة من دون النظر إلى داخل الصندوق هل تلعب خلود وروان لعبة عادلة أم لا؟ وفسر إجابتك بطبيعة الحال أدى الصندوق وبداخل الكرات 12 كرة 5 منها صفراء و7 خضراء وبالتالي أولادي اللعبة الآن أصبحت غير عادلة لأن عدد الكرات غير متساوي وبالتالي فرص الفوز غير متساوية لأن فرصة فوز روان هي الأكثر لأن عدد الكرات الخضراء أكثر من عدد الكرات الصفراء وبالتالي أولادي هذه اللعبة غير عادة كذا أولادي نكون وصن من هذه الدرسنا اليوم على أمل اللقاء بكم بمشيئة الرحمن في دروس قادمة طبتم أولادي نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر